السلام عليكم حيباً سنقوم بعمل مع بعضنا كيفية تطبق خطوة الكنتور لا يمكن أن يكون هناك بناكاتل أو لا يستعرف تحطي الكنتور اليوم سأعلمكم بطريقة سهلة جداً أريد أن تقوم بعمل من الفيديو و تقوم بعمل و تطبقه و تكتبوا لي في الكومنتان لا تفرج على حلقات قبل كيفية تطبق رسم الحواجب بالصبونة بالبودر يكون السلاح جداً على البشري بأمس و نعم و كيفية تطبق البلصر و يبدو شكل جميل و النهاردة سنقوم بعمل مع بعضنا كيفية تطبق الكونتور كيفية تطبق البودر على البشرة و كيفية تطبق البودر على البشرة و كيفية تطبق عين بحضورة لكم معاهم لا تركيز اشتركوا لك و اشتركوا و اشتركوا في اشتركوا في called and subscribe و يلا بينا نبدأ الفيديو هناك نوعين في كريمي و في بودر إذا لم تكن مبتدئة تحتكي تطبق البودر حسناً إذا لم أستطلتت من قبل افضل امام باستخدق اليوم حتى تستخدم كنتور اي كنتور من اي بلات عندك سنستخدم لغة البوليت عندك خلاص فانت ممكن تجيبي اي وردكت مشروز من الحاجات التي انا بستخدمها انا سستخدم هذا الامة الكريمي درجة تويست عشان البلات اللي ممكن يسألوني على الدرجة المهم انا سستخدم ده والتاني عشان اعلمك كيف تستخدمي كنتور اول حاجة الانف الانف عمتة في عجلتين من هنا شايفين العظمة مش هنرسم بره العظمة لا هنرسم على العظمة ذات نفسها شايفين؟ البنات اللي مش بيعرفوا العظم يتطحهم فين طبعا لو بودر هيكون اسهل غير البتاعها هنخنفتش يا جنعان ماشي؟ وهي هذه العظمية عشان البنات اللي هم مش عارفين تمام؟ ونسحبها لفوق اه شايفين؟ وندي كمان تعملها بالـ اسمه ايه؟ البنات اللي قلبي عملها على الترندا على تيك توك اللي هي بالـ بالشوقة شايفين؟ كوبا نعمل خيري تمام لو ما عندكوش غير الكريم ما تكتروش منه تمام كده انا رسمتها هنسيبها دلوقتي وهنعمل ايه بردك ايه في ناس بيحب يحطوا هنا حاجة بسيطة وهنا تمام هتيكي بنعمل الكونطور بتاع الوش ازاي تمام انت لو اه وشك زي كده فانت هتحتاج لانت مش تبرز خدودك اما لو انت عندكوش خد هقولك ازاي هنا وهقولك ازاي لو انت عندك خدود هتعمل ازاي لو انسى عندك زي انت شايفة كده خد فيه هنعمل الكونطور ده مش عايزين نحط كتير تمام ده هنسحبه على تحت بس انا عشان انقطرته من هنا فمش هحط تاني فانا هعمل هاخد البراش وانزل بكده طبعا لو حسيت ان هو كتر مني همسك البيوت بلندر كده طبعا كل واحد هالحسب وشه مرسوم ازاي طبعا انت هتنوري الحتة دي لو انت مش حابة الحتة دي نازلة تمام هتخليه بس كده طبعا لسه هدمك كنتور ما ينفعش يبقي متحدد كنتور ما ينفعش يبقي متحدد كنتوب ما تقرأ هن وزيوحي شدال كده اللي هو ايه احنا هنبرز الخد شايفين كده عشان يبقى عندنا دل كده مباين اللي احنا عندنا ايه خد احنا احنا مش بنمسح الكونتور بتعملي اا يعني من ادنجه فقط شايفين الدل ده هو اللي يباين اللي احنا عندنا خد نحن جايب البيوتش بلندر كده شايفين الفرق ده غير ده تماما اهو ده بيباين اللي انا خد مرفوع هنا بصوا متحدد اللي انا اخد فاهميني هنا مفيش اوكي فهندمك بقى على بسيط عشان ما يمشيش تمام خلاص كده خلصنا خطوة الكنتوري الكريمي الانف بقى انا اكتر حاجة بحبها ان نعمل بسبوع كده شايفين وقال لكم بقى تعملوا ازدي هتعملوا كده على الرسمة ذات نفسها ما تخرجوش بره شايفين كده هو انا بحاول نسهل عليكم الدنيا عشان ايه ما تتعقدوش حاجات بسيطة جدا اوكي بايدك هنيكي بعد كده هنجيب اي بودر اي بودر تمام اي بودر اكيه هاخد الدرجة دي تمام ويحط كده هنضف الزايد اللي خارج اهميني تمام انا كده حطيت البودر تمام انا مش هشوري دلوقتي هنضف هنا وقدمك حاجة بسيطة تمام شايفين الخد ده غير الخد ده تماما نضمش كولتور كريمي هنستخدم اللي هو البودر اللي هي البرونزر والتريك انت ممكن كمان تستخدمي من البلد ذات نفسها على نفس برضك اللي عدم ذات نفسها وهنمشي تنشية كده بسيطة زي ما انتم شايفين بيكون اسهل بكتير جدا اهو وننفض الفرشة نعمل كده حاجة بسيطة جدا جدا عشان البنات اللي هي عايزة تبرز الخد او ما عنداش خد كده او ما عنداش كده هنعمل ايه هنشيط الباب ادينا كده البودر الزيادة بس كده ويكون الكنتور اتعمل مش زا منتو شايفين كده سهل جدا ومسطع يعني حاولوا تطبقوه على بصرتكو الموضوع سهل جدا الشكله حلو جدا ومشي يبقى متقسم كده والانف يبقى متزبطة احسن ما يكون خارج برا بس كده رب اكون افتقه وعرفتي ترسمي بكنتور البودر والكريمي اكتبوا في الكومنتيات بعد ما اتطبقوه على نفسكو واشوفك ان شاء الله في الجيديو جاي ازاي تطبقى خطوة البودر على بصرتك وما تجيرش بصرتك وما تبقاش منظرها مش لطيفة على البشرة ما تنسفش تضيني اللايك وسبسكرايب لو انت او مرشفيني انا صراحة حسن بعمل كل حاجة تخص المرأة ودي سرزار الجرس يلا سلام عليكم